السلام عليكم وهنا عبدالحق الناصر وهي حلقة جديدة من الباحث حلقتنا اليوم راح نتحدث بها عن أول نزاع عربي عربي بعيد عن القضية الأساسية اللي هي فلسطين وهذا هو اللي يسبب الشرق بين الأخوة العرب مو مثل ما معروف عد الجميع الحرب العراقية الكويتية فشنو قصة لا تفوسوني الحلقة وخليكم إليها قبل ما أنسا لا تسدعين من لايك اشتراك بالقناة على زر الجرس لنفه لا يساعدني ونخذكم الحلقة عام 1967 النكبة العربية بعد انهزمة الجوش العربية من قبل اللي ما ردي نقول اسمه هاجر عدد كبير من أخوتنا الفلسطينيين باتجاه الأردن بسبب القرب الجغرافي وقرب الثقافة بين الأردنيين والفلسطينيين بالإضافة إلى ذلك قامت الأردن بضم الضفة الغربية ككل تابعة وجعلتها تابعة للأردن حتى تكون مركز انطلاق للمقاتلين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينيين وكان هذا باتفاق باشر بين أبو عمار وهو ياسر عرفات والملك أحسين وبدأت عمليات تنطلق من الأردن باتجاه فلسطين عمليات مستمرة وقوية جدا بالإضافة إلى الضغط اللي دات مارس ومصر بحرب الاستنزاف اللي تقوم به على سيناء ومن هنا الفلسطينيين قومون على الجبهة الأردنية فقامت عن الفوء الحكومة في تل أبيب بالاتجاه من فلسطين واتجاههم إلى الأردن فجغلت قوات الصهيونية باتجاه الأردن وتواجهوا ويا الفلسطينيين واشتركت الجيوش والأردني وكذلك الفلسطينيين واستطاعوا دحر الاعتداء على الأردن اللي كانت مقررة إسرائيل تعاقب الأردن بسبب هذه الإجراءات بعدما انتصر الجيش العربي عليهم سموها معركة الكرامة بس هنا صار عندنا مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة من ناحي وجود قوة ما منظوية تحت الدولة الأردنية وتواجدها داخل البلد تكون دولة اشبه دولة داخل الدولة وهذا كان إثير غلق الأردنيين أما الفلسطينيين فكانوا هدفهم المباشر هو الكيان الصهيوني وليس الأردنيين لكن الجدير بالذكر أن الفلسطينيين كانوا شبه مسيطرين حتى أنه أبو إياد الرجل الثاني بعد أبو عمار قال في إحدى لقاءاته أنه إحنا لو أردنا سيطر على الأردن كنا نستطيع بس إحنا مهدفنا الأساسي الحكم والسلطة أن نأخذ السلطة من ملك حسين وبقول من غير غرور أننا لو أردنا ذلك أو عملنا لذلك وهذا كلام خطير هنا الكيان الصهيوني وجد ظالته كان يريدي أي شرخ بين العرب وجد ظالته بدأ ينشر أخبار أن الفلسطينيين مستحوذين على السلطة والفلسطينيين هم اللي قاعد يعينون الوزراء وإلى آخره وكانوا الأردنيين شبهم أيدينا هذا الكلام أنه فعلا اللي يشير فلسطينيين قاعد يعينون الوزراء والآخر وأيضا استغلوا موضوع معين في إحدى المرات جاءت الصحافة إلى الأردن ويزلت إلى المطار واستقبلوهم السلطات الفلسطينية لأن كانوا الصحافة يريدون يشوفون السلطات الفلسطينية هنا استغلوهم أنه شون إحنا نصل للأردن ويستقبلنا الفلسطينيين بالإضافة إلى أنه هناك محاولة اغتيال صارت على الملك حسين اتهمت الصحافة اللي قلنا عليها كانت تدفع بطرف معين إنها اللي نفذها الفلسطينيين رغم عدم وجود أي إثبات أما الفلسطينيين فكانوا يرون بعمال عاصمة المقاومة ليش؟ كانت تنطلق من الأردن عبلياتهم باتجاه الكيان ويهاجمون بشكل كبير جدا وكان الكيان ما مستعد يحارب على جبهتي على جبهة بنت الأردن وكذلك على جبهة الآخرة اللي هي المصرية لكن أخطر ما قام به الفلسطينيين واللي بعثر السياسة الدبلوماسية للأردن وأصبحت الأردن تشكل نقطة خطر على الدول الباقية وتحديدا الكيان المدعوم من أمريكا وهي عملية اختطاف الطائرات قامت القوات الفلسطينية باختطاف أربع طائرات من مختلف بلدان العالم وخلوها تحط الرحالة في الأردن نجحت ثلاثة منها لكن فشلت وحدة منها اللي خطفتها البطلة ليلى خالد اللي بهذه العملية اللي ينطعم بها نتنياهو الموجودة بإيلو وكانوا أغلبهم مخطوفين من الرعاية الدريطانية هالفشلت قدروا من خلالها يقبضون على ليلى خالد أما الباقيين قدروا يهربون بطائرات ويحطون الرحال بها إلى فلسطين والأخرى إلى مصر وكانت التهديد المباشر بعد أن أنزلوا الركاب وتفجير الطائرة لترويع السلطات الإسرائيلية والعالم إسرائيل هنا كانت واضحة أنه إحنا ما نرضخ أما العالم كان خايف على الرعاية وهنا الأردن بدأت تشكل مصدر ويدعون إنها دولة إرهاب فصارت أكون طرفين الأردن استغلوها الفلسطينيين بهذا الأمر والطرف الثاني كان يريد الأردن تكون منحايدة خصوصا أن هذا الموضوع شكل أزمات بشكل فضيع داخل الأردن كما أنه قامت المقاومة الفلسطينية باختطاف طائرة خمسة وهنا لمحاولة استرجاع بطلة ليلى خالد وتحريرها من الأسر وفعلا حرارة وليلى خالد من الأسر وحطت تلك الطائرة في مصر طبعا مثل ما طلبت السلطات الفلسطينية وهنا راحوا إلى ثعلب السياسة الأمريكي هنري كيسينجر لحل هذه الإشكال وجعل الأردن تتخلى عن فلسطين وخصوصا أنه الملكة حسين بدأ يشعر بالقلع فهنا فكر الشيطان بعدة نقاط الأولى دعم الملكة حسين للتخلص من الفلسطينيين وفي حال تدخلت إسرائيل هذا يعني موت الملكة حسين معنويا لأن إذا دخلت إسرائيل أو أمريكا فيعني الملكة حسين فقط شرعيته وأصبح طرف للنزاع وأصبح الفلسطينيين والأردنيين متوحدين لأنهم هدفهم واحد مشترك دعم فقط للملكة حسين بدون التدخل المشكلة الثانية هي تواجد الجيش العراقي على الحدود فهنا كانوا خايفين من الجيش العراقي المرابض على الحدود فكان لابد مراسلة روسيا حتى تقنع العراق بعدم التدخل وجهت خطاب مباشر إلى السفير الأردني الموجود في أمريكا بضرورة التخلص من الفلسطينيين اللي داشكلون خطر وهذا كله يصب بصالح الكيان الصهيون والذي قالوا له أنه في حالة استمرار المقاومة تتجه من الأردن إلى إسرائيل هذا يعني عدم شمول الأردن بمبادرة السلام هسا يجيني واحد يقول لي ليش جعلوا الأمر يصل لهذا المستوى هسا أقول لك العرب أصلا موجودة داخلهم شوخ مثلا الدول الملكية يسميهم القوميين هذول الرجعية العربية الفصائل الفلسطينية المقاومة أصلا مدعومة من العراق وسوريا وباقي الدول الشقة الثالث وهو الأقوى واللي تابع أيضا للقوميين جمال عبد الناصر اللي كان مؤيد للقضية الفلسطينية جملة وتفصيلا فهنا محا الداعم للأردن فقط الملك أما باقي الثقل الأكبر فكان كله كله ما مقتنع بحجاج الأردن وهنا بدأت تحرك الأردني الأخطر على الأطلاق واللي رح يسمى فيما بعد بأيلول الأسوي بعد لقاء الملك حسين مع هنريكا سينجاو وإعطاء شبه التصريح أنه أنه إحنا مداع بيك الأساسيين رجع وعقد اجتماع وكان موجودين بالاجتماع حابس المجالي ووصف التل ونذير رشيد اللي أقنعوا الملك حسين بضرورة التخلص من الفلسطيني وإقامة عملية عسكرية خصوصا لأن الفصائل الفلسطينية كامت تجول بالشوارع حامل السلاة وسموا هذه العملية عملية الجوهرة عملية جوهر صعد الملك حسين على المنبر وأعلن الأحكام العرفية وبدأ هجوم صاروخي على الفصائل المقاومة واللي كانوا بطبيعة الحال مختلطين والمدنيين فبدأ القصف صاروخي على المدنيين الفلسطينيين وعلى المقاومة وبدأت المعركة تارى يسيطر الأردنيين وتارى الأخرى يسيطر الفلسطينيين وبدأت معركة طاحلة بكل المقاييس وكل من يقعد الصباح يدعي أنه هو الانتصار هنا طلب الأمريكان من الملك حسين والبريطانيين تدخل إسرائيل اللي رفضوا الملك الحسين وطلب من الرئيس المصري جوال عبد الناصر عقد قمة عربية عاجلة وهنا بدأت محادثات وبدأت شبه يصير هدنة بين الطرفين بس ان عقدت القمة لكن أبو عمار ما كان موجود بيها شنون قمة طرف بيها في فلسطين ما يكون متواجد بيها أبو عمار أبو عمار كان يدير العمليات اللي كانت تحدث فقدر جعفر النميري اللي هو رئيس السوداني أن يتواصل ويا أبو عمار واللي طلب ياسر عرفات بتهديئة الوضعية كلها بين الطرفين وطلب أن يتم نقل ياسر عرفات بقوات مصرية من الأردن إلى مصر وهنا ووقف إطلاق النار بين الفصائل والأردنيين ونقل القوات الفلسطينية من الأردن إلى لبنان مع ترك المدنيين في الأردن وهذه المحادثات توقفت لفترة معينة بسبب وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر بعد هذه القمة العربية وراح ضحية هذه العملية 3400 شهيد فلسطيني و537 شهيد أردني وبعد هذه المعارك الطاحنة وصلت في قيادات الفلسطينية إلى لبنان لتباشر عملها غد الكيان وتباشر عملها لكن أيضاً حدثت أمور لا تعدث أقبائها وهمنا إذا تحبون أن نحكي عنها بحلقة جديدة وتمخب عن هذا الموضوع تشكيل ونظمة أيلول الأسود بقيادة علي حسن سلامة والتي أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال وصف التلب وإدعاء أنه قائد قتل الفلسطيني عملية أخرى اسمها عملية ميونيخ المعروفة أيضاً بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو هذه كانت حلقتنا لليوم وحلقة الشرخ العربي الأول اللي صار وكان خارج القضية الفلسطينية بتكويك من دول العالم الغربي بالنهاية استمنى استنتعت بالحق والسلام ختاب عراق الحضارة رسم نحط طارب جهز العصارة ويعبد الحق تلقي كل المعلومات نشه دراسة مال حياة وفاة برو 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 فايل برو 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 فايل